تعال اما اقولك على نموذج يزعلنا احنا دلوقتي وخصوصا في عصر النت والبلوي اللي احنا فيها قضاء الله سبحانه وتعالى يعني يا ربي ينجينا وينجع عيالنا من فتنة العصر تدخل كل بيته والروتر على بيته عشان بس له بقى واضحين تستخدموش صح والعال قاعدين على التابات وعلى التابلت وعلى الايبادات ومش عارفوا ايه والكلام ده والدنيا كلها سكرلات وخلايا المخ وكلها بتتحرق اسمه ابن يمين بن ابن كارسون اكتر اشهر دكتور مخ واعصى في امريكا كان عنده صعوبات في القراءة كانش بعرف يقرأ لحد سن ربعة ابتدائي بعرفش يقرأ وعنده قوله اقرأ من الكتاب مش عارف وكان دايما مستوى متدني سي 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 او دي كمان لما يجي علشان يبقى اشهر دكتور امه عملت ايه قفلت التلفزيون قالت له امه وكل واحد يختار قصة من المكتبة وكتاب ويجي يشرحون الام ذات نفسها كانت لا تقرأ ولا تقرأ كانت بتوهمهم انا عنها تعباني وعايز اغيرنا الضار فا مش جايد انا شايدش تعرف تقرأ بس كانت بتحط جملتين انت زكي انت شاطر انت اسكى واحد في الدنيا ايوه ما تدراش هو انت هو انت رعيان انت اسكى واحد في الدنيا انت اسكى طفل محدش اشتر منك وانت العالم كله موجود في دماغك بس فكر خلاص بقى الاول لدرجة ان هو نجح في اول جراحة فصل توقمين باعضاء مختلفة في الدماغ يقولك الخلاق كانوا بيموت وبعدين جاء فكرة هوقف القلب اوقف القلب واجمده فترة لان انا بنقل فيها وبعد ما هوقف القلب ارجع انعيشه تاني فكرة فكرة جنونية فكرة اصلا برا اطار المنطق والعقل لكن نفزها بايحق امي انت تقدر انت زكى لكن احنا عينا عيال فشلة عيال غبي طالع زي اهلو دا عيال ما عرفش كذا ايه دا بنت مش عارفة ايه دا واد ايه وكل السلبيات والشتايا اعرف الكلام دا من 25 سنة دلوقتي كانت معايا يعني مجموعة من الصحاب كده وكنا لسه ما كانش زي دلوقتي الدنيا تبتكي تبتكي تبت جوجل المعلومات تطلعلك كنت تروحي وتبحسي وتجيبي كتب وتسألي دا كثرة وفي حاجة اسمها محاكاة الواقع كنا بنعمل حاجات عشان العالي يطلعوا بنفسيها معينة جات هي طبيبة صيدلانية هي بتقول لي احنا خدنا بقى ممنوع نقولي الالفاظ والشتايم والكلام دا وندعي لهم عايزة متضايقة ومتنرفزة ادعي لهم اله يا رب تخش الفرداء وسلاحة على اللهم امين يلا حزبي يلا هو نعمل وكيلي يا رب يا رب اولادي ابو صالحين يعني ايه طلعك جم موجة او جرعة الغضب في دعاء فبتقول لي لقيتني في يوم مش قادرة وطقت الغضب جوية رهيبة وعايزة اشتمهم انا بقى طالب بقى انا عايزة اشتمهم قلت لها اه يا كرنبة يا بدنجانة وبعدين اه نلقيتش حاجة غير كده اعمل ايه وبتاع كرهوا الكرنبة والبدنجانة خلاص قلت لها رجعي بقى ان دا حاجة حلوة قلت له في موقع تسكية او موقع تاني بحيث ان يبقى المخذة نفسه بتاعي عليها تلقى ان دا مش حاجة مش وحش احنا اللي بنهدم اولادنا احنا اللي بنخلي اولادنا فحيز انت اللي حطاهم فيه انا يجي طفل يكلمني ويعني عشر سنين حبيب ويجي عنده تباول لا اراضي وكان قبل كده ما عندوش يعني هو صغير سن ثلاثة اربعة خمسة ستة لحدة سبع سنين من سبع العشر عنده تباول لا اراضي القصه فين عمل حاجة اسمها طايب لو اصبت عين يم ترجعك كده بامut pipeline معينه عشان ونعرف انهو السنة اللي الولد ابتده الموقص ايه حاجة اللي خلت الولد فعلا ينتقس الانطكاسة دي لقينا ايه الاب بيزقوا بنقفاه ده تانية الواقعة من الوضع الاب هو جاي كنت عارفة دخلة الاب هو الاولاد كلهم معشنة يعني هم ما بيسلموش ما بيسلموا عشنة اللي الاب جايب يفروض تفرح يعني ودي تبقى يعني والرجال يحبوا كده احنا محتاجين لك ليه بيتجاوز من واحدة تانية انت استغنيتي مش حاسس ان انتوا محتاجين وانت شايلة شيلة غير شيلتك فيروح يعمل ايه تقول لك استامسك محتاجيني يا حنون يا دونجوان يا حنون انت يقول لك اسلام احساس الرجالة اولادك محتاجينك احنا محتاجينك الاولاد ذات نفسهم وشكرا يا ابي وكد ترخيرك واذاك الله خيره نبوس ايه نبوس راسه نغليله الاغنية بتاعته حلو جدا جاي في مرة من المرات بعد هو متعود ان ان ابو يشيله ويعمله جاي تعبان ونزروفه مش عارف ايه فضربوا على الافاة يعني عمل له كده من الافاة وزق وبعدين بقى حاجة عادية فبقى اي حد من صحابه بيضربوا على الافاة فاحنا كنا متفكريني ان الامر تنمر في المدرس ولما شرحنا القصة وعدنا ما بين الاب والام الام الاب بك قال انا عملت معا اكتر حاجة توجع القلب بجد وتخلي واحدة عاية ان انت كام او انت كاب انت سبب في خزلان نفسي او انتكاسة سلوكية الابنة كنت مش واخد بالي مش عيب ان احنا نتعلم ان كنت اروح احد در محاضرات التربية ديت يعني انا كنت في محافظة في مكان اسموطنطة كنت اروح المنصورة وروح القاهرة وارجع في قطر السعيبة قطر السعيبة اللي جاي لنا الساعة 11 بليل ويجي 12 واولادي معايا ونروح ونطلع ونيجي وهيسة كبيرة عاي وكانوا انت تيجي وتعلمي ولا او احنا ناخد وطولهم لا اسمع اسمع منكم الجديد ايه الجديد ما عايز اولادي في احسن حاجة